يقبلون على مائدة الإفطار في المسجد بشكل جماعي في أجوار رمضانية مملؤة بالفرح والسرور وتسودها مشاعر المحبة والألفة والرحمة والتكافل هكذا أعتاد أهالي شبوة على توارث هذا التقليد جيلا بعد آخر طيلة أيام شهر الصيام من كل عام وحتى اليوم وفي زمن تفشي كورونا هذه ما هي إلا واحدة من المظاهر الرمضانية في محافظة شبوة فيما تتميز مدينة عتق القديمة في إحياء ليالي شهر رمضان بإقامة طقوس دينية من خلال ترديد المشحات والابتهالات والمواويل الشقية مصحبة بروائح البخور الزكية ما تضفي على الحاضرين الشعور بالسكينة والروحانية تبادل الزيارات المسائية بين الجيران والأقارب ميزة اجتماعية أخرى ما يزال يحافظ عليها الأهالي إضافة إلى تنظيم الألعاب وتبادل القصص والحكايات القديمة ثمت مخاوف قد تفسد هذه العادات والتقاليد مع تفشي وبا فيروس كورونا سيما أن الوقاية من هذه الجائحة تتطلب إلى التباعد الاجتماعي زبين عطية اليمن اليوم محافظة شبوة اشتركوا في القناة